موسيقى مرحبت الله وبركاته أعزائي التلاميذ الأولى متوسط ثانية متوسط ثلاثة متوسط أو كل التلاميذ أو الطلبة اللي مستعدين الامتحانات على بالي استرس في الامتحانات يطلع التوتر يطلع ولكن كي نحوي يجن ديرهم من ديروش أخطاء لا تضغطوش على روحينا بزف و لا تلقوش روحينا بزف بإذن الله راح تعدي الأسبوع يكون سهل جدا بالنسبة لأمهات راح يكون عندهم ضغط كبير لأنهم كان بيوت فيها مستويات بزف لذلك راح نعطيكم يمكن أن يساعدوكم استعرفوهم ربما تسمعوهم من أستاذ مش كما تسمعوهم من شخص عادي لذلك راح نبدأ بأول حاجة تحبطوها تشاهدوها تشاهدوها بعد التنميد يجب أن يذهب لدغني و يبدأ يحوس و الدرس الثاني مناخل و الدرس الثاني مش داخل يجب أن يضعوا مواد و طلعوا الدرس و تطلعوا على كرار و ما نخصك و ما زائدك يجب ان يحصل لدغني و جاءتك و تحصل على كرار و من موقع و ما نقوم بأيضا و ما نقوم بأسلوه وماذا تخطيك؟ لدي بلاصة في الدار نراجع فيها نختارها في بيتي في غرفتي لديه مكان يخير المكان الذي يراجع فيه نضع فيه كراسي وورقة التاعية نضع بيرون نضع طابلة كل هذا على حسب إمكانيته لن نتخلوه في حياة الناس ولكن إنسان يكون مرتب يقدر يتجاوز هذه المرحلة لأن الترتيب شيء مهم جدا باهم ما يتبغطي عباش العبد وما تتطر وتولي تحوز كده وكده ومن نملي لذلك ابحث عن مكان جيد تحوز يوربس بلايس حط في حواجك، كارسك، كتاباتك باهم بعدما تشتتش تولي تجري ووقتي ملقيش الورقة فلانية ملقيش كتاب فلاني هذي حاجة تانية تشك اوكي هذي مش هذي تشك 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 وربعة طهام وخي يصير يعودي سينيالي اوكي ما انتش الهورز ما لا بليش انا يا ديروا كل مادة ساعة غربة ماكسيموم ساعة وقصة الاقل يكون اربوح ساعة بهي يبدأ يستوعب لذلك ماكسيموم ساعة لكل مادة اوكي واش هنقول انا دروكات شنا راح ينصف رحم دل الله و بسعارها انتصفة كل عائلة تستطيع فلتش فيها الام دير ما انتقطها في جدار حب ذلك كل يوم اليوم ساعد او تشربوه في الثلاجة يمكن ان يكون الصوار بالوحيد أبناء المراجعة في المراجعة حاولوا يلولد تديروا كاي شريوا بمعنى بشانا يا ونديروا هنا المراجعة وهزوا نوتس والله مساعدة جدا الحفظ بالكتابة الحفظ بالكتابة ستخلوني من أنجع الوسائل اللي استخدتها هنا يا وما لقيتش خلاص كفا نقوله ما لقيتش خلاص مشاكل في الباكالوريا نحضر على الباكالوريا والله العادين نحفظ بنراجعة شيء جدا تيكس نوتس من أهم الدروس هذه حاجة مليحة وما تبدأوا شريفية قبل الامتحان حبابك الطبيعة خاسرة أنا نخدم في المتوسط أنا لقى الأولاد في الساحة ما بين امتحان وامتحان هذه الكتابة ويكرر 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 شيء هكذا يا الولاد ما شيء هكذا على أحيانا دفول الله نهزلك الرأس أنا جربتها من تجربتي الخاصة لأني ندرس تلقى روحك يقول لك رأسك بل يا راك لسيت كلش ويحدد لك الضغط بضغطة داك والله ليش تم تكون شو ما تضر تضر لذلك ايفيتي ومراجعة قبل الامتحان يا الولاد هدك يودع لكم ضغط ويزيد اضغط لكم معلومات اللي عندكم ودفو ومراجعة قبل الامتحان مع الولاد هديك تفتاش مع الولاد تتعطيل ويأطيل ويهو يهضر وتبادل للمعلومات قد المعلومات وغالطين لذلك احفظ معلوماتك في رأسك اللي متأكد ونرحوا باللي مراجعة مكان له يطلب وشانة ثانية كيف خلصنا المراجعة تست your information after revision اللي حا انه نديرنا ساعة ندرت لنص ساعة حفظ نص ساعة ندير تست تست هدو رح نيخلي وك تشوف وش باقع احيانا لو زم عبشان يحفظوا ما يديرش تست اللي رحو اللي تست هم اللي يبينوا الانسان وش راهو واقع وشو المعلومات وشو الأخطاء وين قاعد يحبس لفوت بل لك روك فيهم ومعد كي تجير هل تبقل لك روحك ماكش فهم اوكي 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 دو نيفر تشك your answers after exam يالولاد توحوا تصلحوا لبعداكم ومو واحد بلك نغلط واحد يروح للشيخة وايو وش بوه هدبقت شو باص يدركم فيها الاقزام تبقت ومديت للشيخة بقى على خير روح للدار رتاح رقود قيل دير حواج خلاف على بليش اوكي حبيت نقول لكم هدو هما بعض النصائح اللي حب تنقطيها ملكم نصائح من الخبراء وبعض النصائح مني هناك تجربة كدراسة النظام ثم النظام الترتيب ثم الترتيب رح يكون اسهل ممكن وهذا امتحانات تعدي اسمان وتعدي وبعض بشر رح يكون كل ناجح وكل تحصل على معدلة جيدة جدا شكرا وانتبعوا الى اللقاء ان شاء الله يا ربي تنشو كامل وانفحوا بكم كاملين الى اللقاء